في الشهادة التي أدلت بها الخميس مرشحة الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية إيلاري كلينتون أمام لجنة برلمانية مكلفة بالتحقيق حول ما حدث بمدينة بنغازي في ليبيا وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة تجدد مسؤوليتها عن الهجوم الذي طال صفارة واشنطن في ليبيا وأدى إلى مقتل سفير كريستوفر ستيفنس وأربعة جنود في العام 2012 أتحمل مسؤولية ما حدث بمدينة بنغازي في ليبيا وبشرت قبل مغادرة مكتب الخارجية إصلاحات حماية المشآت الدبلوماسية الأمريكية والحد من الاعتداءات من أجل تفادي مأساة أخرى في المستقبل مرشحة الحزب الديمقراطي للإقتراع الرئاسي المقرر العام المقبل تعاني من ردود فعل سلبية على هذه الحادثة من خصومها الجمهوريين بالرغم من مرور ثلاث سنوات عليها حيث يوظف الحزب الجمهوري المرسلات الإلكترونية للوزير السابقة مع السفارة في ليبيا أنذاك للقول أنها تعكس غياب اهتمام كلينتون بالملف في الليبي